هناك مرقد للسيدة شريفة بنت الحسن تقصده الناس لطلب الحاجة السؤال هو ما مدى صحة انتساب هذه السيدة لأهل البيت مع الأخذ بالاعتبار كرامات هذه السيدة وكذلك الأخذ بالاعتبار ردود فعل بعض المرجعيات المناهضة لانتساب هذه السيدة لأهل البيت إذا أردنا أن نناقش هذه المسألة من جهة الكتب والمصادر في الحقيقة لا نملك مصدرا يشير إلى هذه السيدة ما عندنا في المصادر لا في كتب السيار لا في كتب التعريخ ولا في كتب الأنساب ما عندنا مصدر لا استطيع أن أحدثكم عن هذه السيدة من خلال مصدر من المصادر لا نملك مصدرا يتحدث عنها المصدر الوحيد هم أهل المنطقة أهل المنطقة يتحدثون نقلا عن آبائهم عن أجدادهم أن هذا المزار هذا الموقع هو مزار للسيدة الشريفة بنت الإمام الحسن هل هي من بنات الإمام الحسن بنحو صلبي بشكل مباشر لم يذكر في كتب التعريخ واحدة من بنات الإمام الحسن اسمها شريفة لا يعني أنه لا يوجد ولكن إذا رجعنا إلى كتب التعريخ فكتب التعريخ والسيار خلية من ذلك بعبارة موجزة لا نستطيع أن نثبت هذا الأمر من خلال الكتب من خلال كتب التعريخ من خلال كتب السيار من خلال كتب الحديث من خلال كتب الأنساء لا نستطيع أن نثبت ذلك بشكل عام في قضية المراقد بغض النظر عن هذا المراقد أو عن غيره المراقد بشكل عام المزارات قطعا هناك مزارات معروفة لا نقاش حولها لا نتحدث عن المزارات المعروفة والثابتة بشكل قطعي لكن هناك مزارات منتشرة منتشرة في العراق مثلا في إيران في إيران هناك مزارات كثيرة جدا وحتى في بلاد الشام في سوريا في لبنان موجودة مزارات كثيرة أكثر المزارات موجودة في العراق وفي إيران ولكن يوجد في بلاد الشام وحتى في الجزيرة العربية موجودة مزارات منتشرة في أفغانستان أيضا نفس الشيء توجد مزارات في باكستان موجودة مزارات هذه المزارات الأعم الأغلب منها لم يرد له ذكر في التعريخ الأعم الأغلب من هذه المزارات لكن الشيعة تعرف فيما بينهم مثل هذا المزار للسيد الفلاني من أبناء الإمام الكاظم من أبناء الإمام السجال وهذا المزار للعلوية الفلانية من أحفاد الإمام الحسن من أحفاد سيد الشهداء وهكذا تعرفت هذه الأمور في الوسط الشيعي فما تعرف عليه في الوسط الشيعي وخصوصا في أهل المنطقة يمكننا أن نعتمد عليه وأن نبني عليه ليس بالضرورة أن يكون هذا المزار أو هذا العلوي أو تلك العلوية أن يكون مذكورا في الكتب ليس بالضرورة أولا هناك الكثير من الكتب فقدت وثانيا العلويون بشكل عام كانوا يتخفون يضيعون أنسابهم وحتى الشعاء أيضا وثالثا هناك الكثير من حقائق التاريخ ما هي واضحة بسبب هذه الأمور لا نستطيع أن نعتبر أن مزارا من المزارات أن هاشميا من الهاشميين أن هاشمية من الهاشميات لم يرد ذكرها في التاريخ إن ذلك الأمر ليس حقيقيا الآن يعني نفس العلماء الذين يعترضون على هذه القضية لو أردنا أن نسألهم عن أنسابهم كيف ثبتت أنسابهم أكثر الهاشميين لا يمتلكون مشجرات النسبة الغالب وإنما بحسب المتعارف في مناطق سكنهم هؤلاء يعرفون بين أهل المنطقة هم هاشميون لماذا هذا يقبل في حقهم ولا يقبل في حق المزارات ما هو نفس المنطق ما هو هو نفس المنطق النسبة الغالبة من الهاشميين ليكون معلوما أكثر الهاشميين ليس من الشيعة أكثر الهاشميين سنة هذه قضية ربما تخفى عليكم النسبة الغالبة من الهاشميين ما هم شيعة نسبة الشيعة في الهاشميين أقل من نسبة التسنن في الهاشمية فأولئك أيضا لا يهتمون بهذه القضية بقضية النسب كثير منهم لا أقول الجميع هناك قبائل عشائر هاشمية هناك أسر هاشمية تحتفظ بمشجراتها النسبية وبشكل دقيق هذا موجود ولكن كم نسبة هؤلاء بالقياس إلى الذين لا يمتلكون مشجرات نسب أكثر المراجع عبر التاريخ لا يمتلكون مشجرات نسب الأكثر منهم من المعاصرين من القدماء كبار علماء الشعر ليس بالضرورة أن يمتلكوا مشجرات نسب ثابتة بشكل قطعي لكن متعارف أن هذه الأسرة أسرها هاشمية الآباء الأجداد في هذه القرية في هذه المدينة في ذلك المكان في ذلك الحي متعارف أن هذه الأسرة أسرها هاشمية ولا يوجد دليل يمنع ذلك هذا هو كافي دليل شرعي أن يثبت النسب الهاشمي لهذه الأسرة أو لهذا الشخص وهكذا هو البناء هذا هو البناء الفقهي الموجود بين فقهائنا بين علمائنا العملية مع المزارات نفس الشيء مزار السيدة رقية يمكن أن يثار عليه نفس الإشكال السبب في أنه لا يثار هذا الإشكال وإن كان هناك من العلماء ومراجع الشيعة يثيرون هذا الإشكال لأن مزار السيدة رقية مزار مشهور لشهرة المزار الإشكالات التي تثار على هذا المزار توضع جانبا وإلا الإشكال الذي يثار على مزار سيد الشريفة يثار على مزار السيدة رقية وهذا القضية موجودة على طول الخط يعني ليست بجديدة فمن الجهة التاريخية لا نملك دليلا على إثبات هذا الموضوع ولا يمنع ذلك من صحة المزار المعروف بين أهل المنطقة هذا المزار للسيدة الشريفة بنت الإمام الحسن قد تكون من أبنائه الصلبيين وقد تكون من أحفاده وهذه المنطقة بالذات المنطقة التي فيها مزار السيدة الشريفة هذه المنطقة التي يمكن تبدأ من منطقة السماوة في العراق السماوة الديوانية الحلة جهات كربلاء والنجف هذه المنطقة مشحونة بمزارات كثيرة مزارات كثيرة جدا منها ما هو معروف ومنها ما هو ليس معروفا وهذه المنطقة عرفت بأن الكثير من الهاشمين وخصوصا من الحسنيين اختفوا في هذه المناطق حتى في بعض الأمكنة يقال مثلا هذا المزار لبنات الإمام الحسن في الحقيقة التاريخية ليس لبنات الإمام الحسن لأولاده ولكن الذين دفنوا أولاد الإمام أحفاد الإمام خوفا من العباسيين أن ينبشوا القبور فقالوا هذا قبور لبنات الحسن مثل هذه الملابسات لما تكون فيكون الاعتماد على ما يعرفه أهل المنطقة يكون اعتمادا صحيحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر